مرحبا بكم مرحبا في مريض فان اما اليوم قد نهضروا على التلاسمية شنو هي كيفاش كتجي العارض ديلها والتحاليل ديلها والدوى ديلها اول حاجة شنو هي التلاسمية تلاسمية هي مرض ويرات ديل الدم كتجي في غرب افريقيا دول ديل البحر الابيض المتوسط شرق الاوسط وجنوب اسيا تلاسمية ما كتعاديش ولكن كتتوارد من الوالدين لولاده باش يتزاد ولد ولا بنت مريض بالتلاسمية خاص الوالدين بجوج يكونوا على الاقل هزين طفرة في جينات ديلهم الوالدين بجوج ما مراد ولكن عندهم طفرة كان احتمال ديل 25% يتزاد عندهم ولد ولا بنت مريض بالتلاسمية الدم ديلنا مصعوب من بلازما وهو المال اللي كيعوموا فيه الكوائرات البيضاء ديل المناعة صفيحات اللي كيكبدوا الدم والكوائرات الحمرة اللي كيوصلوا لأكسيجين الخلايا الكورايات الحمرة فيهم الهيموغلوبين وهي اللي كتلسق مع الوكسيجين باش توصل الخلايا وحي طلاسمية كتخسر فيها الهيموغلوبين ما كيبقاش يقدر يلسق معها الوكسيجين أجن هطرعوا الأعراض كان بزاب ديل أنواع ديل التلاسمية بحال ألفا بيطا ووحدين أخرين ولكن كاملين عندهم تقريبا نفس الأعراض كان اللي عياء على ود فقر الدم وتقدر توصل حتى البوصفير والدري الصغار كيتأخر لهم النمو والناس الكبار كيعواجوا لهم العظام أما بالنسبة للتحاليل أول تحليلة هي تحليلة ديل الدم اللي كيشوف فيها الطبيب الشكل والعادة ديل الكورايات الحمرة كان عوتاني تحليلة ديل الفصل الهيموغلوبين وعاد كان تحليلة ديل الحمد النووي وهي تحليلة اللي كتعطي بالضبط إنها تلسيمية عندك وما حدنا كنهضرو على الحمد النووي كان نصحوا الناس اللي بغيين يولدو يديرو تحليل ديل الحمد النووي باش يعرفوا واشي قدرو يولدو ليدات بلاد طلسيمية ماشي أي واحد مرض بالطلسيمية خاصوا الدواء الناس اللي عندهم الطلسيمية خفيفة كيعيشو مزيان بلادوا ولكن الناس اللي عندهم طلسيمية صعبة كيحتاجوا يزيدوا الدم في بعض الحالات وفي بعض الحالات كيحتاجوا حتى يبدلوا لهم المخ ديال العظم وكيندوالي كيتاخد في حالات اللي كيكتار الحديد في الدم شكرا مزاف على التتابع ديالكم وما تنساوش تقابونا وفلاشين ديالنا باش يوصلكم ديمال جديد وطبعة الحال تبعونا على الفيسبوك انستجرام رواب يتكملين في صندوق الوصف نتلاقوا لارفع الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة